مرحبا درسنا اليوم من فضاء القرآن الكريم إذن عنا هون فضل القرآن الكريم اللي هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن القرآن الكريم له فضاء العدة ومنها أهم إشي الحصول على الأشر الكعظيم والقرآن الكريم تعرفه كتاب الله تعالى أنزله على سيدنا محمد بواسطة سيدنا جبريل الممتعة وحفظه من التغيير والتحريف هون عنا بيت بدي أبحث عن حروف أكتب من الحروف التي دونتها في المربعات اسم آخر كتاب إلهي أنزله الله تعالى هو القرآن الكريم بريح للحديث هذا الحديث حفظ ولازم أفهمه الحديث من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله بي حسنة والحسنة بعشرة أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولا محرف وميم حرف دعو الحديث هو عبد الله بن مسعود هون عنا معلومات من عبد الله بن مسعود هذه المعلومات حفظ هو أول من جهر بالقرآن الكريم في مكة المكرم بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الصحابة علما بكتاب الله تعالى وبالأحكام الشرعية كان سيدنا عبد الله بن مسعود جميل الصوت في تلاوة القرآن فكان سيدنا محمد يحب أن يسمع القرآن منه عنا هون أستنير قصة بين الجد وحفيدي سند وسلمة أن أهداهم هدية بناسبة فوقهم وهو مصحف إلكتروني بقرأ الآيات لوحده الأم طبعا شركت الجد على هذه الهدية وحكت أن هاي الهدية نافعة على تلاوة القرآن الكريم والجد هون بخبرهم أنه لازم نحتم بكتاب الله تعالى ونقرأ قراءة سليمة ونفهم معاني ليش أنزله الله تعالى لنا أنزله الله تعالى لنشدنا إلى الطريقة الصحيح فهو سبيل ساعدتنا في الدنيا والآخرة بعد هيك عنا أفكر من في وسائل حديثة تساعد الأشخاص دوليها كالصوم والبوكم والمكفينات على من القرآن الكريم أذكر واحدة منها اللي هو الهاتف المحمول بعد هيك سند بتابع الكلام مع جده وبحكي له أنه شو الأجر اللي بناخده لما نقرأ القرآن فبيسجاوبوا الجد أنه رح تحصل على مضاعفة للحسنات لأنه من قرأ حرف فله عشر حسنات فمثلا إذا قرأت ألف لام ميم رح تاخد تلاتين حسنا وكل حرف إلو حسنا فسرما بيسجاوب أنه هذا الأجر كتير عظيم وإذا كان هذا أجر قراءة ثلاث حروف فكيف قراءة القرآن كامل أو كيف إذا إحنا قرأنا جزء من القرآن الجد هل تعرفون ما أقصر صورة في القرآن وما رأيكم أنه حسب أجر تلاوتها أنه هون معلومة أنه يبلغ عدد أجزاء القرآن ثلاثين وعدد الصور مية وأربعة عشر صورة هي صورة الكوثر وهنا نحل كم حسنا رح ناخد إذا قرأنا صورة الكوثر عدد ثلاثة الكوثر تلات وأربعين ضرب عشر حسنات بيطل عندي أربعمية وتلاتين هل يختلف أجر قراءة القرآن من مصدر ورقي عن أجره من مصدر إلكتروني طبعا لا يختلف الأجر هو واحد من تخلص علي بعدها هون الأم كمان رح ترجع تكمل حديثها تحكي أنه إحنا كل ما قرأنا في كتاب الله أكثر سيديد أجرنا فسند بيحكي لها أنه أنا مرات بجد صعوبة في قراءة بعض الكلمات فهل هذا رح ينقص من أجري الأم بتحكي الله يا سند الأجر أجري لأن أجر قرأت القرآن وأجر تعلمه وسلمة بتحكي إن لا وأخوها سند إنه يلا نقرأ القرآن حتى ننال الأجر وهنا الجنب بيوصيهم أنهم يلتزموا بأدابة تلاوة من أدابة تلاوة إنه الواحد يجمل صوته أثناء تلاوة القرآن الكريم وقد كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يحب سما الصوت الجميل إذا علمت أن الله تعالى أعدى الأجر الكبير لمن يقرأ القرآن فماذا سأفعل؟ طبعا سوف أحافظ لقراءة القرآن الكريم بشكل يومي حثنا سيدنا رسول الله سلام على تعلم القرآن وتعلم الآخرين فقد قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وأخبرنا أعدة فضاء تلاوته منها أن اتقالنا في قراءة القرآن ترفع من زنتنا في الدنيا والآخرة ننتقل إلى أربط مع اللغة العربية نعرض حروف اللغة العربية وهي 28 حرفا أساسيا دون الحمزة وبسميها الحروف الهجائية من فضاء القراءة القرآن الكريم قال الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله بحسن والحسن تبع الشرطة أمثاله لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولم حرف وميم حرف راوي الحديث الشريف هو هو عبد الله بن مسعود من فضاء القرآن الكريم يرفع الله من زنتنا في الدنيا والآخرة أحرص على تلاوته آيات القرآن الكريم يوميا كمان أحرص على حفظ القرآن الكريم وأحظى أصدقائي على تعلم القرآن الكريم هاي هو حل أسمو بخيامي ننتقل لأختبر معلوماتي والحلول اللي رح تكون موجودة بهاي الصفحة شكرا للمشاهدة